السلام عليكم اليوم جبت لكم الوصفة تشارك المسكر بثلاث كيسات عفرينة فقط تقطع كمية كبيرة كما لا ترى والحجم التاحه كبير و يعمر العين كسبت معكم حبة ترى الطراوة تعالى عجينة و تعالى فخص و تأتي الدوف الفم و معسلة من داخل طريقة تحضير تشارك المسكر بزاف سهلة لكن ستتبعيني خطوة بخطوة لان من هذا الفيديو ان شاء الله ستخرج تشارك المسكر ما شاء الله عليه و سيعجب ضيوفك و عائلتك فبقوا معي اشاهدوا الفيديو و ضغطونا على زر لايك شاركوا في القناة بارتاجوا لكي تعمل الفائدة على جميع بسم الله نبدو و طريقة تحضير نضع ثلاث كيسات عفرينة بعد ما نغرب لهم الكاس يكون معمر حتى الفوق بالصح لا يكون مقبب يكون معمر فقط يعني تصل حتى الحافة نضع الكاس نضع ملعقة كبيرة من السكر نغرب لها كذلك نضع نصف ملعقة كبيرة من الملح نضع كاسات عفرينة من الملح يكون دائب و بارد معمر حتى الفوق يكون معمر حتى الفوق ضروري كاسات عفرينة لانه الكاسات يحضر مستحيل لانه الماء يحضر يعني تحضر تبس لك القطو هنا لن نكب كمية قليلة من السمن على الفرينة نفسها ونحكها بيدية بعد تزيد الكمية التي تبقيت و العجينة في هذه المرحلة لابد ان تضحها من السمن تبسيها لازم نطلها كل سمن على خاطر بعد تزيد الماء والمزهر لن يبسينا العجينة لاحظة معي سنزيد قطارات من الماء اللي مخلط بالماء زهر ونبدأ اللم في العجينة كل ما نحس هذه العجينة نشفت من هذا الماء يعني الفارينة شربتها نزيدها بعد القطارات من الماء الماء هنا الكمية كما قلت لكم كاس معمر فيه الماء زهر نبدأ الرشب شوية ونلم حتى نحس هذه العجينة شربت هذا الماء وإذا ما كانتش العجينة داية حقها مسمن يعني ونبسة فقد تشوفها بدأت تصبياد لك وبدأت يعني تيبس لك لذلك نصحكه بقوة أنك يعني تبسيها شوية عاد تلميها وزيدي لها الماء شوفي الماء هاي بقى صبعي دايب هذه الطريقة ودوك نقول لك الكمية تعلمها اللي دات لي هاد العجينة وكل واحدة واندها الفارينة التاحة ونوعية اللي ملفة تخدم بها كالي تشرب كالي ما تشربش وهنا تعرفيش حل تديري لها الماء لكن العجينة باش تعرفيها الصاية مزيدهاش الماء شوفي القوامتها صاية ولت رضبة وخفيفة ما تكونش طقيلة ولا تكون فيها مزيتة الكامية على الماء كما شفتي خليت اربع كاس تعمى نحطها في الكيس ونخليها تريح مدة ساعة ساعتين انا خليتها ليلة كاملة في التلاشة لانه خدمتها في الليل والغدوة من ذلك عاد بدأت تنشكل فيها بالنسبة الله فخص شافيها ثلاثة كيسان ثلاثة كوكو يكون معمرين قبل ان تضحني دخليها للفرن حمي قليلا ثلاثة طحنة ثلاثة طحنة ثلاثة طحنة ثلاثة طحنة ثلاثة طحنة لا يكون حمر كما ادرست انا انسيتها في الفرن لكن ما عليك جبت ملعقة صغيرة تقرفة وشور ليمون ثلاثة طحنة نصف كاس سكر زوج مغارف كبار ونصف تعسما يكون دايب وبارد هنا زوجت الليكسخي تعلوز الحلو والمر لم المكونات بديها بها تطريقة ونجيب شوية على المزهر نكبض القطارات من الماء الزهر ونبدأ اللم العجينة ونضغط بأصبع يدي بهذه الطريقة كل ما نشوف خاصها شوية ما نظهر الرش واحد شوية واللم حتى نتحصل على قوامي يكون متماسك شوية وفي نفس الوقت نضعها في الكيس نخليها كذلك ليلة كاملة حتى يتعسل مليحة السكر ويدوب في الكوكاو أنت تقدر تخلي هذا الحشو على ساعة ساعتين من الأحسن توجدها مقبل بعد ذلك جبت العجينة شكلتها إلى كوريات حجم الكورة 25 قرام وبالنسبة لفخص الحجم 15 قرام نعود لكم حجم كوريات حجم 25 قرام وفخص 15 قرام شكلتها كما راكم تشوفوا حتى نقص على روحي الرشو طاولة العمل بالفيرينة ونضع كرة العجين نضعها على شكل طولي ونحلها بالحلال باستطرق حليها رقيقة ونضعها ونضعها بالكوبات في الجوانب تحليها رقيقة لكي تفادي أن العجينة من الداخل يعني تطيب بسرعة ونأتي معجنة من الداخل يعني كان بزاف تشارك يأتي معجن لذلك حليها بهذه الطريقة ونضع لفخص بالكوبات تطلعي هذه العجينة وبدأي ترولي ولكن يترولي الدورة الأولى زيري بين العجينة والأفخص باش الهوة ما يدخلش الداخل وفي الطياب باش ما تنتحلكش طريقة التشكيل سهلة غيتبعيني أختي هنا بعد ما دورتي لفخص على العجينة غلقي الجوانب أصابعي ذاكي من بعد حطي هذه العجينة الأطراف مشي في الوسط أطراف للكفة تاعك وبدأي تروحي وتولي تروليها خفيف يعني مشي تضغطي حاجة خفيفة تروحي وتولي تحسي في الوسط انتفخت شوية في الجوانب الرقاقتي يعني مشي ترقيها بزاف ترى تخصي تطوري تطوري تصنعي نصف دائرة تطوري تطوري الاطراف لأنه في الطياب يتحلوا تطوري تطوري اضعها مباشرة في البلد نعود معكم حبة واحد اخرى بنفس الطريقة رقيها شوية حطي لفخص من بعد بالكوبات تطلعي هذيك العجينة إذا ما كاش عندكوبات بالسكين طلعيها دوري وما تنسيش ما تدخليش الهوة يعني يبدأي ترولي فيها وتتضغطي من بعد بلعي هذيك البلاصة باش ما تنتحلكش والاطراف كذلك يبدأي ترولي فيها بالكفتة عيدك تروحي وتولي حاجة خفيفة في الجوانب مشي في الوسط طوليها واحد شوية حواليها كـ 16 سنتيم إذا كان عندك مستهرة ديري بالمستهرة 16 سنتيم طولتها عادك دوريها لكي يجوك الحبة تقع كيف كيف شوفيك يتدوريها سجماري واحدة شوية لاقي هذيك الاطراف حطيها في البلا تكون مرشوش بشوية تعفرينا تقابتها بالكوردون هكذا في ثلاثة قابلة لكي يخرج و لا تنتحلكش في الفرن قبل ما دخليها للفرن دخليها للتلاجة ولكن البر تخليها على طاود العمل لمدة ساعة كاملة عادك طيبها تقابتها لكي تحافظ لك على الشكل اذا لم تكن مقلقة انا خليتها ساعة و طيبتها الرف الوسطاني في الفرن يكون مشعول مقبل على 180 درجة مئوية عند دخلي البلاد نقصي الى 150 150 اي طيب غيمل تحت لا تشعليش تقع من فوق يدين لون هذا يتحمر قليلا و نجعله تشارك يبرد تماما يعني تقدر تخليه اليوم الغدوة من ذلك تسكره هنفئينا نجيبه نصف كاس تعمى مخلط بالمازهر والليكس خيت تعمى المازهر هنديره ملعقة كبيرة عفارينة و ملعقة كبيرة السكر غلاسي و ملعقة كبيرة كذلك من الفانيليا نخلطها مليح مليح هنا بعد ما برد تشارك خليتها ليلك كاملة تقدري تخليها تيبرد مهم تيبرد امسي و خرجي مباشرة حطيه في ورق ماس من احسن ورق ماس خرم الكسكاس لكي يشرب كامل هذا كلمة الزايد نشفه مليح ما تخليش فيه الماء كنت خدمت كامية قبل ما نصور و نريلكم هذه الكمية اللي بقعت لي نضغط سكر غلاسي نضغط سكر غلاسي نضغط كامية مليحة كطبقة اولى لنضغط التشارك نستفه قحف القصعة لنضغط سكر غلاسي و نضغط سكر غلاسي و نضغط بهذه الطريقة عادة نزيد من الفوق الرشه مليح بالسكر غلاسي و نضغط عليه و نضغط عليه و نضغط عليه و نخليه مدة 4 ساعة عادة نوليلة بعد مرور 4 ساعة الحبات تشارك يكون نشد فيهم السكر غلاسي اي السكر ناعم نضغط ضغط خفيف و نمسح كامل هذه الزاوائد السكر غلاسي في الجوانب نضغط حاولي ملتحت يعني ملتحت نضغط معمر سكر غلاسي لكي لا يأتي بشكل جيد و نضغط ملتحت و نضغط ملتحت و نضغط ملتحت و نضغط سكر غلاسي و نضغط سكر غلاسي و نضغط نضغطها مباشرة في الكيسة و تشارك حتى يكون ملتحت و نضغط و نضغط و نضغط و ترد 3 كيسة و كيسة و نضغط و لا تخاف من الحشوة ستأخذ طريقة دف الفم حتى الحشوة لازم لفخص كي تبدأ تلمي فيها و لا تخليها يشفق و لا تخليها قاسحة و لا تلمي نزيدها قليلا تعمى مظهر حتى تشوفها طريقة و من الأحسن لفخص تخليها تبيت لكامل السكر يدوب في الكوكا و يتعسل فقط النصائح التي أعطيتها لك و ان شاء الله ستتمتع بحث تشارك كثيرا لا تصورها لا تنسوا باللايك والاشتراك في القناة سلام